التلفزيون العربي مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيت مصر نناقص فيها ترحيب القاهرة بتوقيع أعلان بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني ونتابع اكتشاف 63 مقبرة من العصر المتأخر في دومياط كما نوصلت الضوء على افتتاح أولمبياد باريس والتوقعات للبعثة المصرية تابعونا رحبت مصر بتوقيع أعلان بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن ترحيب القاهرة بكل جهود التي تستهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية الوطنية مشيدا بجهود الصين في هذا الصدد والاثنين الماضي قالت وزارة الخارجية الصينية أن إن 14 فصيلا سياسيا فلسطينيا اجتمعوا في بكين لأول مرة من أجل حوار المصالحة الذي يأتي بالأمل للشعب الفلسطيني وينضم إلينا من القاهرة أكرم أصاص الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع أهلا بك معي أستاذ أكرم يعني خلينا نبدأ من بيان وزارة الخارجية أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا فندم يعني البعض شاف أن بيان وزارة الخارجية جاء متأخر بعض الشيء وأيضا جاء مقتضب إيه رأيك؟ لا طبعا هو الحقيقة أن مصر طبعا بصفتها الطرف الأكثر تفاعلا مع هذا الأمر مع توحيد الفصائل وعلى مدى سنوات يعني منذ 2006 الحقيقة بازلت جود كبير وكمان الحقيقة الجود الصيني أو أي دولة قبل ذلك روسيا قبل ذلك الجزائر دائما مصر بترى إنه ما هي ما بتحتكرش ده بالعكس هي بتدعم أي جهود نحو توحيد الفصائل وبتضغط في هذا الأمر لأنه مصر بترى إنه وحدة الفلسطينيين هي الأساس لأي عمل سياسي أو أي عمل نضالي يعني وأظن إنه كمان الصين على مدى السنوات اللي فاتت بتحاول لعبة يعني دور باعتبارها ليست طرف منغمس فيه الصراعات وبالتالي بتكون لديها إمكانيات إنها تضيف على ده فالبيان المصري الحقيقة مجاش متأخر ولا حاجة هو بعد البيان الصيني الأمر الآخر هو دائما مصر بتدعم أي نوع من الجهود وهي الطرف اللي عقدت جلسات أكتر مع فصائل أكتر وربما تكون الخبرة المصرية دائما مطلوبة الأسباب أستاذ أكرم زي ما حضرتك بيقول مصر بترعى المفاوضات المصلحة ما بين الفصائل الفلسطينية على مدى السنوات ممكن آخر اجتماع كان موجود بالفعل في قاهرة في يوليو 23 يوليو الماضي البعض بيقول زي مصر مش موجودة في هذه المصلحة هل البعض شايف داده راجع للدور المصري؟ إيه رأيك؟ لا بالطبع ومصري لم تتوقف بالمناسبة على مدى السنوات منذ 7 أكتوبر حتى الآن عن استضافة أطراف من الفصائل بالعكس يمكن كانت الرؤية المصرية أكتر ظهرت في أطراف كثيرة الأطراف السياسية الفلسطينية كان دائما بتوجه التحية لمصر وترى أن الرؤية المصرية دائما حتى ما بعد هذه الحرب تنتهي إن أجلا أو عجلا يجب أن يكون الفلسطينيين معا ودي دائما الرؤية المصرية اللي بتدفع في هذا الأمر ومصر بالذات من الأطراف اللي ما لهاش أي فصائل تابعة لها بالعكس هي بتتعامل مع كل الأطراف بغض النظر مع تنوع واسع للأطراف الفلسطينية وبالتالي ما هواش تراجع بالعكس طب ما هو قبل ذلك كان طرف الروسي استضاف الجزائر استضافت بالعكس ومصر بتدعم من الأطراف اللي هي ما بتراش نفسها أنها بتحتكر بالعكس يا بترى نفسها بتدعم أي جهود نحو الوحدة وبترى أن الوحدة هي الأساسية وزي ما أنت أشارتي في يوليو 23 قبل 7 أكتوبر كانت مصر استضافت في العالمين كل الفصائل الفلسطينية تقريبا وكان فيه جهود والحقيقة أنه لو بصينا حتى للجزء الصيني في المذكرة المصرية الصينية أنها بتتضمن نقاط كثيرة على اعتبار حكومة وحدة وطنية هل شكل هذه الحكومة يمكن أن يكون حكومة تكنقراط بعيدة عن السياسة أم يتم إبعاد السياسة إلى أي مدى سيكون العلاقة مع منظمة التحرير لأن مصر حتى كثيرا من المقولات أن دور المصري أو غيره بتثبت التجارب طوال الوقت أن وجهة النظر المصرية هي الأكثر صحة ليس ادعاءا أستاذ أكرب باعتبار أن مصر لديها خبرة متنقلة بالعودة إلى أعلان بكين في حد ذاته بشكل عام ما توقعتك لهذه القطوة وخاصة أن سبقتها أعلانات مشابهة في عواصم مختلفة صحيح يعني زي ما أنت أشرت فيه علانات زي ما أنا أقول من شوية فيه روسيا فيه جزائر لكن الحقيقة أنه أي حد بيحلل هذا الأمر يجب أن يتوقف عند بعض النقاط عند أولا التطورات على الأرض النهاردة فيما يتعلق بغزة والوضع المأساوي الشديد بعد الحرب من 7 أكتوبر ما يترتب على قدرة الفصائل الفلسطينية على التعامل مع نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة وإحنا عارفين أنه إسرائيل ونتنياهو يلعبوا بشكل احترافي جدا وابتزازي في ظل الانتخابات وكان نتنياهو موجود وبيخطف فيه الولايات المتحدة واستقبل بشكل كبير وفيه اتهامات لبايدن وإشارة لترامب وغيره إلى أي مدى طول الوقت يمكن هارجع دايما للرؤية المصرية فيما يتعلق بغزة الأمر أن الفلسطينيين يجب أن يذهبوا معا ويجب أن يتعاملوا بدرجة ممنى البراجماتية في هذا الأمر لأنه نتنياهو راح صدر في الولايات المتحدة 7 أكتوبر والمأساة الإسرائيلية يعني هو كل هذا العنف وكل هذا العدوان والإبادة ومع ذلك بيصدر صورة المظلومية وبالتالي فالصورة هنا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة الجزء الصيني خطوة إيجابية تحتاج إلى بناء تحتاج إلى حسابات مختلفة إلى أي مدى حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن تكون بعيدة عن السياسة وتكنقراطية تدير هذا الأمر ما بعد اليوم التالي لتوقف الحرب إن أجلا أو عجلا وكيف يمكن التعامل مع هذا الأمر فصال الفلسطينية وقدرتها على التنوع وقدرتها على إدارة أمورها بشكل يجمع بين السياسة يعني توقعاتنا لتأثير اتفاق إعلان بيكين على مستقبل العدوان على غزة وحرب الإبادة التي نحن نتكلم عنها هيكون تأثير إيه؟ التأثير الآن يتعلق بعدد من القضايا السياسية زي ما أنا أشرت الانتخابات الأمريكية نتنياهو النهاردة بيرى نفسه أنه حقق نتائج إيجابية في الولايات المتحدة ربما يعود ويقبل اتفاق بايدن الذي طرحه وهو رؤية إسرائيلية يعني بايدن اضطر أن يذهب إلى مجلس الأمن للتمرير ومع ذلك ما يزال حتى الآن حماس أبدت مرونة كبيرة أعتقد أنه نتنياهو في ظل النقاط اللي هو حقاقها كمان هو بالحقيقة بيواجه مأزق اليوم التالي للحرب وهل ستبقى قوات إسرائيلية وغيره أعتقد أنه الفلسطينيين محتاجين فكرة بيكين والتوحد والقدرة على العمل من خلال تنوع الأراء بشكل سياسي وبشكل برجماتي لأنه العدو ليس أمرا سهلا بالنسبة لنتنياهو أو غيره صحيح لديه مأزق سياسي ومستقبله السياسي وغيره لكن يجب أن يكون الفلسطينيين قادرين على التعامل في اليوم التالي للحرب ومع تدعيات ومع مصير حماس والجهاد ومطالب نتنياهو وغيره لأنه الموضوع بيأخذ اتجاهات مختلفة وبيأخذ مسارات بعضها سياسي وبعضها أكثر تشبكا مع ما يجري من نتائج لأن القضايا الفلسطينية طول عمرها بتعتمد على تطورات والقضايا العربية والإقليمية عادة ما بتعتمد على الانتخابات الأمريكية على من سيأتي الديمقراطين والجمهوريين تيرامب أم كاملة هاريس كلها قضايا ليست بعيدة عن الأمر لكن دخول بيكين في وجهة نظر المحللين أعتقد أنها نقطة إيجابية تحسب لبيكين وسبق أن لعبت بيكين دورا سياسيا أو دبلوماسيا ما بين مملكة العربية السعودية وإيران وغيره وبالتالي فهو دور الصين بترى نفسها مؤهلة له بوصفها ليست مندمجة في أي نوع من الصراعات وتدعو إلى السلام أشكرك أستاذ أكرم كنت معنا من قاهرة أكرم الأصاص الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع نورتني أستاذ أكرم أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار نجحت في الكشف عن 63 مقبرة من الطيب وبعض دفاء البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية التي تعود إلى عهد الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر إضافة إلى عدد من العملات البرونزية من العصر البطل وذلك أثناء عمال الحفائر الأثرية للبعثة جبان التل الدير بمدينة دومياط الجديدة وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إن التخطيط المعمري للمقابر المكتشفة هو أحد النماذج المتعارف عليها والمنتشرة في مصر القديمة وهو الأمر الذي يؤكد الأهمية التاريخية لهذا الكشف الذي قد يكون بداية بعادة تاريخ خطرة زمنية مهمة ونضم إلينا من إسطنبول دكتور حسين دقيل الباحث المتخصص في الأثار أهلا بك معايا دكتور حسين وأخبار جيدة الحمد لله مبروك نبدأ من المعلومات دينا المعلومات عن المنطقة المكتشفة أهلا بحضاتك أساس سلمة طبعا أخبار صارة في الحقيقة كما ذكرت حضاتك هذه المنطقة دمياط هي من المناطق المهمة جدا والتي لم تأخذ الحيز من الاهتمام رغم أهميتها لكن لم تأخذ الحيز من الاهتمام دمياط كانت في القدم أو هذه المنطقة كانت في القدم من أهم الموانئ المصرية القديمة التي تربط ما بين مصر وما بين أوروبا يعني كانت دمياط في هذه المنطقة في عصر المصريين قدماء وما تلاها في العصر بطلمي أو أزدن والروماني كانت أحد أهم الموانئ المصرية التي تربط ما بين مصر وجنوب أوروبا على وجه الخصوص هذه المنطقة حقيقة تل الدير من أهم المناطق الأسرية في شمال مصر بشكل عام ولكنها بالرغم من ذلك لم يتم العصور على اكتشافات أسرية بداخلها إلا بداية من عام 2007 يعني عام 2007 كانت بداية اكتشافات هذه المنطقة في البداية تم اكتشاف وعصور على بعض البقايا الأسرية التي تعود للعصر الروماني أو العصر بيزنطي إذا أردنا التحديد بدقة ولذلك أرخت هذه المنطقة ما بعد 2007 إلى أنها منطقة تعود للعصر الروماني لكن في فترة لاحقة تم اكتشافات العصور على أصار مصرية قديمة تعود للعصر المتأخر وهو العصر الأسرة السادسة والعشرين التي تعود لما يقرب من أو لما يزيد عن ستة قرون قبل الميلاد حيث عصرة في عام 2022 وقبلها أيضا بسنوات عصرة على بعض مقابر والدفنات الشبيهة بهذه المقابر التي تم العصور عليها حاليا أو التي تم الإعلان عن العصور عليها حاليا نعم ولذلك كما يقول للأمين العام بالفعل هي هذه الاكتشافات تعيد تغيير تأريخ هذه المنطقة يعني قبل ذلك كنا نقول أن هذه المنطقة تعود أثارها القديمة إلى العصر البيزنطي القرن الرابع الميلادي لكن الآن عودنا إلى عشرة قرون قبلها ولذلك عندما يقال أن تأريخ هذه المنطقة يعادل إلى قديم يدل على أن التجارة التي كانت هذه المنطقة من أهم مرتكزاتها في مصر قديمة تدل على أن التبادل التجاري كان بين مصر الفرعونية ومصر القديمة وما بين أوروبا لما قبل العصر البطلمي والروماني ولذلك هذه الاكتشافات من الأهمية بمكان لذلك حتى العملات التي تم الإعلان عنها في هذا الاكتشاف العملات التي وجدت داخل إنهاء يقال أنها عملات تبادل تجاري كانت تبادل تجاري ما بين أوروبا وما بين مصر وليست هي عملات مصرية خالصة وهذا يدل على أهمية هذا المكان وآهميت هذا الاكتشاف أيضا ويزيد من أهمية هذا الاكتشاف أيضا أن من قام به بعثة nächste مصرية خالصة وهذا أمر حقا نشجعه ونطالب المزيد منه خاصة أن البعثات المصرية مقارنة بالبعثات الأجنبية قليلة جدا لا تحتاج إلى ميزانيات ولذلك مثل هذا الاكتشاف والله تحتاج إلى ميزانية ونحن نعاني لا ننكر أننا نعاني في وزارة الأسار معاناة كبيرة جدا حتى في عشر سنوات الأخيرة رغم قل عدد العاملين بالأسار بنسبة كبيرة ربع عدد العاملين بالأسار ما قبل عشر سنواته الآن انتهى ربع كان 40 ألف الآن 30 ألف يعمل بوزارة الأسار بسبب الميزانية وأيضا هناك ديون كبيرة لوزارة المالية على وزارة الأسار بسبب المرتبات التي تدفع من وزارة الأسار وهذا لضعف السياحة الموجودة حاليا لكن نتمنى أن ينتهي هذا الأمر ويتم تدعيم مثل هذه البعثات لإنتاج أو العصور على مثل هذه الاكتشافات المهمة لأن هذه المنطقة لما نقول أننا من 2007 تم العصور عليها على بعض اللقاء الأسارية وبالرغم من ذلك توقفنا أو توقفنا لصنوات طويلة حتى نعيد الاكتشافها هذا يدل على أيضا أن هناك ضعف في الميزانية التي من الممكن تقديمها لمثل هذه الاكتشافات والخروج بنتائج عظيمة ومبهرة يعني إحنا تابعنا العديد من المطالبات الشعبية في الفترة اللي فاتت في شهوره الماضية لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا ودلوقتي بنتابع مطالبات شعبية أيضا لاستعادة رأس نيفرتيسي من برلين يعني من خلال متابعة حضرتك للملف ده هل المطالبات الشعبية دي بيقابلها دعم رسمي؟ وإيه توقعتك لمستقبل المطالبات دي؟ والله طبعا هذه المطالبات لا تتوقف ولو يعني بالذات رأس نيفرتيتي وحجر رشيد هناك وزارة الأسار في عام 2010 وما قبلها أيضا تمت كوزارة نتحدث كوزارة وزارة الأسار يعني جهة رسمية قامت بعمل ملف كبير جدا وقدمته للدول صاحبة الشأن سواء بريطانيا أو ألمانيا واستخدمت بعض الضغوطات القانونية والدولية في ذلك ولكن هذه الحركات أو الجهود لم تنجح أو على الأقل توقفت بسبب الظروف اللاحقة وهذه كانت حقيقة جهود كنا نتمنى أن تستمر ومن الإمكان أن تستمر أما الجهود التي نسمع عنها الآن ما بين الحين والآخر حتى ولو كان على رأسها بعض الرموز الكبيرة إلا أنها شعبية حقيقة يعني والشعبية ليس معناها لا أقلل من معناها لكنها شعبية لا تؤيدها الدولة الرسمية لو أيدتها الدولة الرسمية أعتقد سوف نجد سوف نجد لها نتائج أفضل إذا اعتمدتها السلطات الرسمية وأيدتها وتحرقت لها قانون وخاصة أن لدينا لدينا كل ما يدل على ملكية هذه القطع وطبعا أنا أقول لابد من الجهة الرسمية لأن الدول التي تستضيف أو التي توجد بها هذه القطع الأسر ليس من السهل أن تتنازل عن هذه القطع لكن عندما نجد أن دول كثيرة استطاعت أن تعيد أسارها هذا أيضا من الممكن أن يشجعنا على أن نعمل مثل تلك الدول ونعيد هذه القطع ذات الأهمية الكبرى نعم بشكرك دكتور حسين كنت معنا من إسطنبول دكتور حسين دقيل الباحث المتخصص في الأثار نورتني دكتور تستضيف العاصمة الفرنسية اليوم دورة الألعاب الأولمبية فريس 2024 التي ستستمر حتى 11 من أغسطس المقبل وتوقع ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن يحصل اللاعبون المصريون على سبع مدليات متنوعة إلى 11 مدليا وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدى تاريخها في الدورات الأولمبية وينضم إلينا من القاهرة أحمد عويس الناقد الرياضي أهلا بك معايا يا أحمد وأكبر بعثة مصرية تصل إلى الأولمبيات على الإطلاق وأكبر مقارنة بالدول العربية وأيضا بالدول الإفريقية أدينا أول معلومات عن البعثة أهلا بك يا سلمة هي الحقيقة هذه البعثة الأكبر في تاريخ مصر للمشاركة في أولمبيات باريس بمية تمانية واربعين كانوا مية تسعة واربعين ولكن بعد استبعاد شاهد بقوا مية تمانية واربعين في اتنين وعشرين لعبة ثلاثة ألعاب جماعية اللي هي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد ولو اعتبرنا كرة الطائرة الشاطئية لعبة جماعية فهيبقوا أربع ألعاب جماعية وثمانتاشر فردية مشاركة كبيرة جدا للبعثة المصرية احتمالات كبيرة جدا لتحقيق بعض الميداليات اللجنة أولمبياء المصرية قدرتها بأحداشر ميدالية من سبعة لأحداشر ميدالية لأنه فيه نجوم كتير بيشاركوا في البطولة حققوا ميداليات في الأولمبياد السابقة فهي المشاركة الأضخم والأكبر لمصر عبر تاريخها وربما المشاركة الأكبر والأضخم عربيا طب أحمد حدثنا عن الألعاب اللي بنتواقع أن مصر تكون منافس شرس بيها وتحصد الميداليات في الألعاب الجماعية طبعا المنتخب المصر الكرة اليد هو أحد كبار كرة اليد في العالم دلوقتي وكل الناس عارفة أنه وصل لدور نص النهائي وكان قبق أوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية في الإنبياد توكيو ولكن خسر في نص النهائي وخسر في الترتيب وراء الترتيب الثالث والرابع وحصل على مركز الرابع فهو أحد المرشحين بقوة للحصول على ميدالية كان منتخب كرة القدم مرشح بقوة أنه ممكن يحقق ميدالية ولكن تعادل المخيب للأمال أمام الدومنيكان يوم الأربع ربما يقلل من فرص الفريق المصري منتخب كرة طائرة لأس فرصه صعبة ده بالنسبة للفريق الجماعية وبرضو منتخب كرة الطائرة الشاطئية أما في فرص الميداليات فإحنا عندنا سيف عيسى حقق ميدالية في الإنبياد الفات في تايكوندو عندنا سارة سمير في رفع الأسقال عندنا قيشو في المصارعة عندنا بقى الناس اللي ما حققتش ورايحة وكلنا أمل فيها عندنا الرامي عزم محلبة في الرماية عندنا منتخب السلاح فرق سلاح الشيش مرشح بقوة لحصد ميدالية عندنا زياد السيسي بطل العالم والمرشح برضو لميدالية في السلاح عندنا مجموعة كبيرة جدا من نجومنا مع الوقت ولكن هي منافساتهم لسه قدام شوية فطبعا يعني يحبط من 7 إلى 11 ده مش رقم متفائل في رأيك ده رقم متوقع يمكن لنا تحقيقه ده الرقم الرسمي طبعا ده الرقم بس ده الرقم الرسمي اللي قاله المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على لسانه في تصريحات قبل البطولة يعني هو ده مش رقم وده نتائج على فكرة نتائج لعبتنا اللي تأهلوا والمنافسين على ميداليات احنا عندنا احنا عندنا كريم كحلة بطل عالم في رفع الأسقال مرشح بقوة لدهبية او فضية على الاقل عندنا سارة سمير عندنا لأ نجوم كتير جدا من ولادنا مؤهلين وبرضو على الجانب الاخر عندنا نجوم كتير جدا من ولادنا بينالوا شرف المشاركة في الانبيئات اللي هي الحدث الاعظم لكل راضيين العالم على ذكرك يا أحمد على شرف طبعا وعلى شرف المشاركة في المباريات الحدث الرياضي الأكبر والأعظم في العالم أكيد تبعت طبعا الجدل اللي حصل على وسائل التواصل الاتماعي على جانع علي لفوزها بالمركز اعتقد 63 من 64 في رماية السهم يعني ازاي شفت الجدل ده لعباي لعباي القصو السهم أولا هو دي مباريات تأهلية وترتيبية لانه دي بلسه هيلعبوا دور تاني هم بس بيرتبوا عشان كل اللعيب بيقابل اللي بيلعبوا ولكن يعني اللعيب اللي خاد 63 أو اللعيب اللي خاد 64 دول من أحسن 64 في العالم يعني اللي بيروح للإنبياد هو من أحسن لو متأهل لو هيلعب في المسابقة 20 فهو من أحسن 20 لو متأهل 50 فهو أحسن 50 ده من زي ما بقولوا كلا ده من أوائل السنوية العامة لما بيدخل هندسة أو بيدخل كلية قمة مش معنى أنه طلع الأخير في كلية هندسة فده معناه أنه فاشل لا ده معناه أنه شاطر بس فيه ناس أشطر منه في البطولة هو ده الأولمبياد الأولمبياد محفل رياضي عالمي بيلم كل أبطال العالم عشان يروحوا يحتفلوا بأنهم أبطال عالم نعم أنا بروح آه لازم أنافس ولازم أعمل علي ولازم أقدم كل اللي عندي ولكن لازم برضو في الآخر الناس تقدر أنه ده بطل بزا المجهود وقعد على مدار أربع سنين بيحاول مرة واثنين وثلاثة عشان يحصل على أرقام التأهل لأن التأهل للأولمبياد مستهل خالص احنا كلنا شفنا فريد عثمان البطلة المصرية ما قدرتش تأهل عشان أرقامها ما جابتش وحتى ما تأهلتش بالوالد كارد عشان فيه بيتدول اللي هما ما شاركوش بيتدول الولاد الصغارين فطبعا المشاركة في المبياد الشرف لأي حد فكرة أن احنا بنكسر في أولادنا بدري فمع بداية البطولة دي صعبة جدا لأنه لسه المنتفسات أصلا ما بدأتش يعني حفل الافتتاح يدوب بيخلص فاحنا بنتكلم على حفل الافتتاح وقل التوفيق للبعثة المصرية كل منياتنا بالخير والفوز للبعثة المصرية وزي ما انتما قلت شرف كبير للأبطال المصريين أن هم يكونوا مشاركين في أكبر حدث دولي رياضي شكرا لك أحمد أحمد عويس الناقد الرياضي كنت معنا من القاهرة نورتين يا أحمد شكرا لكم متابعتكم وصلنا إلى ختام توقيت مصر بإمكانكم داوم المتابعة ومزيد من الأخبار على مواقعنا العربية إلى اللقاء تصبحون على خير